اشتركوا في القناة كل النوادي عم تمشي على نفس سرته في حال انت كنت مسجل من نادي وخلالها الفترة اللوكداون فانت بيحقلك انه تسترجع المصاري بس هني نعطوا العالم 3 خيارات اول شي قليل كتير النوادي اللي ساوي كوندي جونج للاشخاص اللي عنده مثلا النادي اللي انا فيه ما ارضي انه يساوي كوندي جونج بسبب الكورونا بقيت انا عم بدفع نظامي كل شهر بشهره وحتى هني نمسكرين تقريبا صلوانهم مسكرين ما يقارب 6 شهور اظن من شهر 11 وبيت انا عم بدفع نظامي لما راسلتهم انه بني ساوي كوندي جونج قال نحنا منعتذر منك ما في انك انت تلغي العقد بسبب الكورونا بس انت الاشهر اللي عطلناها ممكن تاخدها بنهاية انتهاء العقد اللي هو ب31 ثمانية اللي بنتهي عقدي والحمد لله مع انه يعني الايام اللي رحتها معدودة بس دائما هيك نحنا بتسجل بالنادي على اساس بدنا نروح وبدنا نشتغل على جسمنا وا 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 وبدنا نساوي رياضة وبالاخير ما بتلاقي وقت او في وقت بس في كسل اكتر ما هو من الوقت وموضوع التزام النادي جدا صعب كان علي وقال كتير رقم كبير من الناس هي بتدفع مصاري وما بتروح بتحسوش بين دين احنا عم بتبرع للنادي تبرع وما عم نروح فلذلك لما راسلتهم انا من جديد قالوا لي عنك ثلاث خيارات اول خيار انك انت ما تدفع مثلا الاشهر مثلا لو انا كنت اهيله من شهر واحد انه انا ما بدي ادفع فاوكي انت واحد اتنين ثلاثة اربعة ما دعم هنن مسكري انت بحلك ما تدفع بس لما هنن بيرجع وبيفتحوا مرة تانية حيرجعوا ياخدوا منك الاشهر القديمة بالاضافة للاشهر الجديدة هاي الخيار رقم واحد او مثلا لو انت ما كت عم تدفع فحتى لو انتهى العقد بواحد وثلاثين ثمانية فانا لازم ارجع ادفع لشهور حتى اللي ما كنت انا عم داون فيها بالاخير عليك الدفع عليك الدفع لاحد يفكر انه النوادي بالاخير حتقلك لحن رجع لك مصريك ويلا انت انت هيك امورك بخير ورجع انت كل مصريك اللي دفعته ومحن استرجعشي هذا الشي بصراحة كذب باغلب النوادي كلهم عم يستعم يعني يعني انت عم تعطيوني اياهم باليمين حيرجعوا يعطوك اياهم باليسار حترجع تسفعهم بيمين لانه الخيار الثاني اللي يعطوني اياه انه انا مثلا بنتهي عقدي هلا بواحدو ثلاثين ثمانية وما بيسترجع اي شي من المصاري وبيعطوني اشهر فراي بقدر انه انا داوم فيهم انا لقيت هذا الخيار الثاني جيد لانه الخيار الثالث كان بصراحة اس لون زيش نيشت هيك ازبط انه ما في منه اي فائدة الخيار الثالث يا مرحومين البي انه بيرجعوا لي كل مصري اللي انا افعته خلال هاللوكداون الست شهور او سبع شهور او او لانه هنه انسكروا فترة بعدين رجعوا فتحوا وبعدين رجعوا وسكروا بيرجعوا لي كل هاي المصاري وبعيش انا بالسعادة انه رجعوا لي عن كل شهر عشرين يورو اللي عم بدفعها انا بس بين قوسين حيتجدد العقد لمدة سنة يعني انا غير المصاري اللي دفعته خلال هدول السنتين حيرجعوا لي قسم وحيرجعوا يجددولي سنة تانية يعني يعطوني المصاري باليمين انا رجعت لهم اليوم باليسار مرة تانية لا ودفعت زيادة لانه هنه تقريبا ستة شهور حيرجع ادفع ستة شهور تانية يعني لحيرجع انا ادفع وما روح على على حالكم على المستوداء وما روح على النادي بس لانه انا قررت انه رجع مصرية فبكل الثلاث حالات اللي هنه عطوني اياهن انا يعني فعليا خسران لانه انا هايك هايك المصاري ندفعت لقيت انه الخيار التاني وانا اللي بنصح فيه الاغلبية اذا انتوا ترسلتوا مع النوادي الخيار التاني هو الافضل انك انت اوكي المصاري ندفعت وندفعت وهيك هايك ما حيرجعوا لك بطريقة انك انت تحس حالك رضيان انا عم بحكي عن النادي تمام مثلا ممكن بعض النوادي رجعت وما طبقوا هذا الخيار نقول المقلش كايتي اللي هنه ماشي فيه بس الاغلبية انا شفتهم عم يبعتوا يعني اغلبية النوادي عم يبعتوا نفس الرسالة فالخيار التاني هو الانسب انك انت خلص المصاري ندفعت وراحت من الكونتو من عندك واعتبرت حالك انك تدربت مثلا لا هلا انت لما حيرجعوا يفتحوا اغلب الظن انه هن رجعوا فتحوا بس ينتهي العقد تبعك او بس ينتهي العقد تبعي فانت بترجع بتاخد اشهر فراين انا هذا الخيار اللي شفته جيد انسب من الاثنين اللي بلا طعمه بصراحة متل عم يتحك على حاله يعني انت رجعوا لك المصاري ورجع التفعتها فما في اي فائدة بهاي الحالة انا وصلتني هذا الفيديو فيديو اصير وتجربة بسيطة شرحت لكم ياها اذا انتو رجعتوا المصاري من النوادي اللي فيها يا ريك تكتبونا بقلب التعليقات لا تنسوا لايك والاشتراك اشتركوا التعليق على الفيديو حتى ندهم اكتر واكتر ان شاء الله نزل دائما فيديوهات اذا انتو هم تلقوه مفيدة ديروا بعلكون لبعض وحبوا بعض ونسألوا بعض وهلا لحلكن السلام عليكم اشتركوا في القناة